فعاليات وأنشطة نيابية عدة شهدها مجلس الأمة ما بين عقد عدد من اللجان البرلمانية اجتماعاتها وتقديم اقتراحات لجنة تحسين بيئات الأعمال والمشاريع الصغيرة وافقت خلال مداولاتها على زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي بقيمة 150 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار كما أقرت تمديد مهلة عملها إلى 20 عاما إضافية عضو اللجنة نائب سام الشهين أكد أن أعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية كاشفا عن تعديل اللائحة الداخلية للمحفظة وفي سياق نيابي متصل ثمن النائب الدكتور عبد الكريم الكندري قرار وزير التجارة وزير الشباب خالد الرضان بإنهاء عقود المستشارين الوافدين في مكتبه وتكويت هذه الوظائف مؤكدا أن هذه الخطوة مهمة في مسار تسليط الضو وإعادة النظر في قضية التركيبة السكانية من جانبه أعلن النائب عسكر لعنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتوفير الرعاية الصحية لرجال الأطفاء وإنشاء مستشفى خاص بهم